أتحدث عن أنواع عصائر و قلت لي أن هذه العصائر مفيدة و جيدة أخذها من مصادرها و قمنا بسبانخ أنا أريد أن أعصي سبانخ أريد أن أعصي شمندر اليوم أنا أخبي الزنجبيل لكي لا تفعلني هذا الدراما بالضبط لكي لا أبدأ الفقرة كل مرة دائما أبدأ الفقرة دائما أبدأ دائما أبدأ بإلقاء كل مرة دائما أبدأ الفقرة هناك مرة أجبت معي عصير سبانخ هناك حليب لوز هناك موز هناك تمر هناك تفاح أخضر عليها تغذيت لو ترى سمير ماذا يعمل ماذا يعمل لا تغذيت نريد أن نتحدث عن الفوائد الغذائية يجب أن يكون هناك الكثير من هذا الشمندر لأنه لا تتخيلوا كم تغذية في الوطن العربي خصوصاً في الأردن ستكون هكذا هناك كيك لأن أحسنت ما يصبح هناك وعي بالأكل الصحي لا لكن هناك فئة معينة لا يوجد كل أعرف أن هناك فئة الشباب كم يأكلون كميات كبيرة من الفاست فود وصحينا نتحدث عن الأردن وكما كنت تريد أن تحضر في أردن لأسفل للمحلات شورمة و برغر كل محل أدثم من الأدثم كل محل أدثم من الفاست فود عددتك؟ أبتك؟ أبتك أبتك لدينا موقف. كنا جميعا نأكل في محل مشهور بيرجر. و أنا كثيرا مجتهية. كنت صغار. عندما ذهبنا إلى المحل أبو كان يقوم بمشكل تحليل للوجبة. هل هذه اللحمة التي تأكلها؟ هذا الخبز التي تأكلها؟ هذا الخبز الذي تأكلها؟ لو نقوم بعملها في المنزل أحسن. عندما كانت مرة في الشهر و بعد ذلك. كان لها رونة. كانت طلعة و الأكل كان لها رونة. كان لها طعم خاص. حسنا ستنا. هذا هو عصير الزنجبيل. ما هو مكوناته؟ سألتك هذا؟ سألتك هذا. لكن إذا أعطي يدبك حلو. سألتك واو على الهوى سمير. اتفقنا؟ حاضر. أريد أن أجيب أستاذ الله حناكي. أقول لك شغالي أنا عندما وصبت بالكورونا. كنت لم أعطيني شيء أريد أن أتقبل. أريد أن تجربني؟ لأنك تجربني. لم تجربني. لم تجربني. أريد أن أجيب أن أجيب. كنت أكل بصل أحمر. لأنه مثل التفاح. طبعاً. لتجربني بأول مناعة بطريقة ليس طبيعية. ماذا أريد أن أجيب؟ أريد أن أجيب كسات لك. أريد أن أجيب. كسات. كسات. كسات الأرض. كسات الأرض. هذه هي الفكرة منها. كسات الأرض. نحن نعرف لماذا. حسناً. مبدئياً. المكونات اليوم هي زنجبيل، كركم، ليمون، وفلفل أسود. حسناً. الفكرة من هذه الأربع مكونات أنهم أولاً يساعدون كثيراً برفع المناعة. دائماً لدينا العديد من الأشخاص لديها مشاكل بضعف المناعة في الجسم. وهذا الشيء بسبب الغذية الخاطئة التي نتناولها. الغذاء عن جد دائماً إما بيرفع المناعة أو في بعض الحالات بيضعف المناعة. عندما يكون الغذاء مليئ بالسكر، عندما يكون مليئ بالدهون، للأسف يؤدي إلى ضعف بالمناعة. فبالتالي إذا بلحظة قررنا أن نقوم بعمل عن جد تغيير لنظام حياتنا وريد أن نقوي من مناعتنا أو أن نعزز من صحة الجسم، اللجوء إلى هذه العصائر يعتبر شيء رائع. هذا الخليط فيه زنجبيل طازج، زي هذا الزنجبيل التي أعطتني ديمة، فيه كركم طازج، جذور الكركم، أو كركم فوائد، أنت حكيت عنها فوائد بلا حدود. عن جد، لكن لماذا نضع فلفل أسود؟ لأن مادة الفلفل الأسود تعزز إمتصاص الكركم بإجسامنا. بالإضافة أن الليمون يساعد على رفع المناعة وفيه شغلة أساسية. إذا نحن نسفيد من الكركم للمكسمم، يفضل أن نأخذه مع مصدر دهني. يعني إما نحن نعمل حليب الكركم، أو كيف نحط حليب مع الكركم والفلفل الأسود، أو نحن نأخذ معلقة زيت زيتون معه لتعزز من إمتصاصه، أو نأخذه بعد وجبة دسمة. أنا رأيتك سمير، لم تجد شيء ما دقته. أنا أقول كل شيء ما دقته. دقت اليوم من الأشياء التي ديما عملتها؟ أنت السنة شوربة، شوربة، كما كنت أنا ماسكة هذا العصير الذي عملته، ودائرته بالشوربة، لأنه يضع زنجبيل، وحطة كركم، وحطة فلفل أسود، يمكن أن تضيف عصرة ليمون، فهو بالضبط هيك تعمل جد رائع. ديما. هلأ، شغلة أساسية، أنه هناك عصارات مختلفة، نحن نستخدمهم، دعنا دائماً نحاول أن نجيب العصارة، التي تجعل الألياف، بالضبط، الفاكهة فيها. دعنا زيادة كل كم الدكية تقريباً؟ كل ثلاث إلى أربع أيام، لو نأخذ واحد يعتبر رائع. لماذا الكمية صغيرة؟ هي الكمية صغيرة لأنه جسمنا لا يحتاج أكتر من ذلك. مرات كمان زيادة أخذ هذه المواد الغذائية، يصبح لها أكتر من ما يصبح لها فوائد للجسم، ليس أضرار، ولكن يقل من قيمتها الغذائية من فوائدها للجسم، على سبيل المثال، للأشخاص الذين لديهم مشاكل في زيادة تجلطات الدم، هذه المواد تساعد على زيادة سيلان الدم، لكن زيادة أخذنا لها ممكن يصبح لدي مفعول عكسي، بالضبط، فكل يومين إلى ثلاث أيام، كمية أليلة على الجسم يعتبر رائع، ودائماً أنا أفضل أن نتدرج بأخذ هذه المواد الغذائية، لحتى أقدر أخذ الفائد الغذائية، وكما أبتعد عن الضوء الغذائي، التي نتحدث عنها، كثير من الفلفلات، أهلاً، هؤلاء الغذاء، هؤلاء الغذاء، هؤلاء الغذاء، هؤلاء الغذائية، هؤلاء الغذائية، جرب، طبعاً هو حار، لكن طعمه كثير لذيذ، الله يرد عليك، دائماً تفضلي، شكراً حبيبك، شكراً، 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 يا عبدالله، يا عبدالله، شبتي، شبتي، كنت عارفة، الشف المسائي، فتحوا كل الأمانة بأيديك، يا عبدالله، تفتح المثمات والمتنفت، الزنجبيل، يعني نسبة الزنجبيل بالدرينك، كثير قوية، نسبة الزنجبيل، والفلفل، حاسس الفلفل، تطهير، يعني لزورك وحلقك، إنه شهارف عندك، يا الله يا سمير، إن شاء الله، حار، حار، طبعاً يجب أن يكون حار، يا سلام، طبعاً، هناك سؤال كثير 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 كثير، هل الزنجبيل ترفع الضغط، أو لا تكمل، بالله لا تكمل الكاسة أو شيء، قبل أن أحدث، عبدالله، رأيك، الله يساعدك، لا، حسنا، حسنا، ما أفعله؟ حسنا، الفكرة، عندما نأخذ عصير الزنجبيل، نحن نأخذ، ليس فقط الغلي، نأخذ مستخلص الزنجبيل، نأخذ الزنجبيل نفسه، كثير من أشخاص يقولوني، إذا يرفع الزنجبيل الضغط، الزنجبيل لا يرفع الضغط، بالعكس، الزنجبيل يساعد على خفض الضغط، إلا بحالات رفع الضغط، يكون الشخص لديه حساسية من الزنجبيل، يصبح لديه ردة فعل في الجسم، ويؤدي إلى ارتفاع الضغط، الزنجبيل حار، يعني هو يرفع من درجة حرارة الجسم، أخذه خلال فترات البرد، خصوصاً في هذه الأوقات، التي عن جد الفيروسات كثير منتشره، هذه التقلبات المفاجئة التي تصبح في الجو، تجعل الفيروسات تمتشر أولاً، ثانياً، الجسم يكون غير متأقلم مع الحالة التقلب، في هذه الأوقات، يعتبر أخذ الزنجبيل رائع، يقوي المناعة، يساعد على تخفيض مستويات ضغط الدم، زيادة سيلان الدم، يساعد بشكل كبير على رفع المناعة، ويقلل من الفيروسات، ويحمي الجسم، يعني أنا بهذا الطقس، لا أحتاج أن أكون لابس ألف أشياء، ولسه بردان، للأشخاص الذين لا يستطيعون يأخذ الزنجبيل بهذه الطريقة، أو غلي الزنجبيل، لأنه يرفع درجة حرارة الجسم، وفي بعض من السيدات والأخص، التي يعانون من حبات ساخنة، يمكن أن يزعجهم جراب الزنجبيل، أنا دائماً أتحدث عن الزنجبيل المبروش، يمكن أن نأخذه كأنه يحب الدواء، فقط، معلقة الزنجبيل المبروش، وراء كاسة ماء، أخذ نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت، أبتعد عن الأضرار التي يمكن الشخص يشعر فيها، مثل زيادة الهبات الساخنة، وفي الأخص عند السيدات، أعطيك ألف عافية؟ شكراً يا رندي، أعطيك ألف عافية، أعطيك ألف عافية، والطب البديل، دائماً أنا أتحدث عنه، عن جد، والطب البديل، شكراً يا رندي،